اشتركوا في القناة مرحبا بكم من جديد كان قصرح لكم دابا نيت نمشي ونكتشفو شكونا هو ضيف حلقتها اليوم اشتركوا في القناة بسبكتاكل كل جديد في جولة وطنية في جموعة من المدن المغرفية نهار 24 فبراير بالمسرح الوطني محمد الخاميس بالرباط مع تميونس نهار 4 مارس بالمركز تقافي أحمد بوكماخ بطنجا مع تميونس نهار 11 مارس بسينيما كوليزي بمركش مع تميونس ضيف حلقة اليوم هو الفنان الكوميديا نجم راشيد رفيق حاضر معنا في بلاتو السلام عليكم مرحبا بك صفار راشيد لبس عليك بخير الحمد لله نورتي البلاتو مرحبا بك مرحبا بك لاحفظك صحيحك كل شيء مزيان لا بخير مزيان مرتاح مرتاح صحبا مزيان بخير الحمد لله الحمد لله شوية للوطخاك رك عارف دائما للوطخاك طبعا حال كانك يجيني للوطخاك مرة مرة إذا لم يكن للوطخاك لا يكون سميته أريد أن أقول لك الكلمة لكن لا أريد أن أريد متفاهمين 100% أنا وياك راشيد رفيق قبل أن نبدأ في الحوار في الانتربيو نسولك على الذكريات التي لديك مع هذا البلاتو ذكريات جميلة بزاف بلاتو دي الميدي آد وزنا فيه البرنامج اللي كان ساعة قبل الفطور جارية جارية صراحة كانت بداية جميلة جدا وكن نقول لكم شكرا بزاف متراجع على الدار ديالك اكزاكتا وما نرف محال ديالنا راشيد مثلا نسولتك على تعريف ديالك الكلمة دي الخيبرة خيبرة خيبرة تقريبا في أي زي ما في أي سيكتور زي ما في أي قهد المال أحب حالكم بلاصة تتلقى فاشي واحد يعني شيكون خيبرة خيبرة يعني كيكون شي تفهم بزاف المواضع اللي كتدوي معهم في كتلقاها كيف يفهم فيهم ولا خديشة لديك الكلمة دي الخيبرة بالنسبة لك هي سلبية ولا إيجابية ولا بزوج هي إيجابية زي ما ما فاتش حاجة سلبية هل لقلشي واحد مريقل كيف يفهم في شي أمور كيف يفهم في شي أمور بطريقة دياله و بالزاوية دياله كيف يشوفها إذا بكل واحد كيف يشوف الأمور تشبرك لأليك راشيد رافيق في قائل سبكتاكل ديالك تخدم لجيستويل بزاف وجحل واحد يقول لك في كومنتيغ يقول لك كير كيت تحرك حركات ديالك كيدحكم طابعة الحال في ستاند أب ضروري يخص الحركات يعني باش كيساعدوك على الضحك ممكنش تقول واحد لقاق مثلا كينين اللقاق اللي كنكوننا نتعق فيهم في الكتبة عارفهم را غادي نقولهم بلما تحرك را غادي ضحكوا ولكن كينين واحد لقاق اللي كاتبهم ولكن كاتبهم باللعب يعني إلما لعبتهم ما ديش يبانهم مزيان ضونك اللعب توقع تيوحد خمسين في المئة لقاق يعني بعد المرات كتفكر كتر في الحركة اللي يتدير كتر من اللقاق اكزاكت في الريتم ناقص ضونك هذيك اللي كيكون في الريتم طيح كنحاول أنا يعني نعوض باللعب يعني في شكل كيزا كيفاش كلعب هالحركات ديالة باش كتكون متناسقة هذي الأشهر الأخيرة وانتا كتطلع فوق الخشبات ديال عدة مدن مغربية دي نتكلمو على الجديد ديالك الاسبكتاك الخيبرة تور اللي كتلعب اليوم كتوجدو اليوم في عرب كوميدي في مدينة الريباط مصرح محمد الخاميس هذي نجيو نشجعوك إن شاء الله مرحبا كيفاش كانت تحضير لهذا السبكتاكل كيفاش كانت الكتابة لهذا السبكتاكل بالنسبة لتحضير للسبكتاكل فأوكن فيه شوية ديال الصعوبات صرت وخديت الوقت ديالي الكافي تقريبا واحد تمنيا ديال الأشهر وانا كنكشفت السبكتاكل هذا والحمد لله البربارات ودلس في أجواء جميلة ونقاديم أجمل إن شاء الله كنعرفوك كنت أمبروفيزي بزاف رشيد رفيق دولينا على الكتابة وش أنت كتكتب دكشي بالتدقيق بالفاصلة بالجملة بالنقطة أولا كتكتبر الفكرة وكتخليها مفتوحة صراحة أول شي جال سيفدو حد دين تقدر يتمشي هكا يتمشي هكا فهمتش طنكر تيجال يتمشي هكا أنا كتكشب عوارد كتكشب النوقات التي سنقوم بها اليوم وفيش كتكشبين شي حاجة فلسعين زعما كنقوله فوق شبعة مرحبا أنا في رتيجال كالقراسي حسن في رتيجال ولكن كننقر صراحة أنا حضرت لك حال من مرة وكنقوله أن رشيد رفيق صعيب تكنالي صعيب تحكمه بساعة ساعة ونص وأنه يبدأ السكيج ويوصل على شوت ولكن كتقدر سكيتش بالضوابط كتخرج عن السطر بعد المراج الارتيجال الزوين اللي كان عارفو مع الجمهور ولكن ما تنساش الفكرة كترجع لها وكتكمل نعود 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 دروري الارتيجال كما قلت لك وهو طريق يعني تقدر تضيك مزيان تقدر تخرج البيس كما كنقوله فش كن رتاج الآن وسط وحد الموضوع مؤين فش كن رتاج لنساش النقطة الأخرى دين الموضوع باش رجع لها باش الجمهور ما يقول شراء فوالا رتاج ومش لي التكس هدي أم حاجم جمهور دي الرباط تعطيني عليك ليما جمهور دي الرباط كي عجبني بزيف جمهور دواق في كل موحدة جمهور دي الرباط تبارك الله جميل جدا واليوم أنا فرحان باش نكون معاهم إن شاء الله في مصر محمد الخاميس للعرض الثاني يعني من بعد كازا غلعب عند الناس دي الرباط أنا فرحان جي عندهم تقريبا نقع العروض من هار بديد في مكان نمشي الرباط كنلقى واحد استقبال جميل زعما ما شي غال رباط بوحدة كدي تلعبو وسط رمضان شعر الله واش الغلاء دي الاسعار من بين المواضع اللي كتش هدر عليها في السكيتش ديالك بانسيخ احنا كاملين كننعانيو من غلاء الاسعار هذا موضوع اللي مقتار حدا بحاليا حتى هو تنعالجو في سبيكتاكل ديالي حتى ضروري في الضحك خسك توصل رسالة في المواضع ديالنا خسنا نخرجو برسالة وكيني بزاف ديال رسائل اللي كانوصل في سبيكتاكل ديالي سيرتش على غلاء الاسعار وغلاء المعيشة ودي نشوف واحد المقطع اللي كتش درني تقريبا على الشي انكتشف مقتطف من واحد من السبيكتاكل ديال راشيد رافق دخلت بالطنوبيلا ديالي للاستاسيان سلام 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 اخويا بشحل قلي التمن ديال من الاسعار اخويا 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 هذا المعذوط فين غادي اشتريت تشيفونا وبعد تشيفونا اخويا بشيئ نحن انا سبب اصبحت من ستاسيون تجرب التمن لا الاسعار اللي ستنتحر وفين غاين لذا هم هل يريد مغل اخويا تجرب لدي الواليدة تقرد تبكيش لا عن الخطار شكرا تجلب لك شئ من الماتيشا فهو كنت على 40 و طوى 50 و هذين شئ من ميت الدهم و ترى ما تجلب لك القفة إذا لم تستطع تجعل لك الله يكون في العوان و صافي الله يفعل شيعا هالذين من بين الرسائل و هي طريقة هذلة طريقة الكوميدية كالعادة كتخدمت على الماشي في قصة الجميع شوية طورتي من الوديونس ديالك على انستغرام طويت الحاوة كنخدم مع الليماج بارسكو احنا كنبغين نشكر بيدا الناس اللي يوقفوا معايا في هذا السبكتاكلا داخل براتور يعني اشتي واحد الفيديوهات مؤخرا ولو كيت لانصاو بواحد الكاليتي زوينة بغين نشكر كريمة والحس كنبغين نشكر طاليس كدلي ولي كي بيالو كامل الليماج اللي كي ساعدوني كيعونوني في الكونتوني ديالي سمحوا لي على كيعونوني في ناحية صوير من ناحية سبكتاكل الول كانوا بزاف يعني وصلنا لبنادم بزاف ديال المعلومات على ديالك سبكتاكل زعما محتوى تبارك الله الله مبارك كي بلك عامر زعما مش محتوى فارغ مثلا الديجيطال والويب كتوح لوقيتها لانصيتي دي فلوغ أول ترجع لدى المسألة تدير بودكاست فلوغ ولا شي بروغرام ويب تنفكر تنفكر باش ندير شي كونسابت يعني مختلف غا هو كان فانتي الانترنت شوية تيجيني صعيب تبقى تلوح فيه بزاف يعني تلوح كل نهار معدى مثلا سيمانة تلوح ثلاثة الفيديوات ربعة شوية صعيبة يعني كيجيني خص بريباراتيو خاص يكون محتوى هاديف نديرو مثلا واحد الكونسابت اللي في واحد عشرة الحلقات اللوحوم على واحد مدة دي الشهر ومشي وعودان يخدموا على كونسابت اخر ونعودوا اللوحوه نعمتي مين مبقوش ما شين كتبقى تلوح فيها خاص بزرق الوقت خاص شوية دي الوقت ما تبقاش تلوح للناس لأي حاجة وكالكاميرات يكونوا جودة عالية جودة عالية ومحشة هوا كما قلت ماشي سهل نسألك على واحد يسم عملاق في الكوميديا اللي يرحمه عبد الرؤوف شو ممكن تقولين عليه عبد الرؤوف هارم هارم الشاشة المغربية هارم الكوميديا صراحة اعطى بزاف وبغيت اللي يرحمه في النار والله يصبر الأهل دياله صراحة قفية الحال ما عمرني تلقيت معاه ولا اشتغلت معاه ولا اجابت الصدفة هذا شي لك اللي يرحمه ندوز الوحل لإسم وحداخر أعطينا كلمة في حق سيمولايف سيمولايف آه نترى سيمولايف مزيان تخدم على رأسه لا يسهل علي قدام في الديجيطال قدام في الديجيطال مهم لا يسهل علي مهم شوف لي اللي عرف يخدم اللي يخدم هزباس في طموبيل عرس يدو ما قلت ما بغيتش تقول لأماركم مع التلفاز ماشي مشكلة الله يسهل علي ما بغيتش تصوير أخر بغينا كلمة في حق ديزيدروس ديزيدروس فنان تبارك الله علي رادة با هذا بشكيح جبني كي يقلس بزاف كي ياخد بزاف ديال وقت ما كيلوحش لك مثلا ديازك بزاف ولكيرا إلا لاحلك مثلا تراك واحد رك يبقى معاك واحد المدة تبارك الله علي هزبريكي نيف أقرد شنوش تقول إليه نيف أقرد صديق اللي عمارة دار أول مرة تلقيت معها تلقيت معها في رمضان ودريمت واضع بزاف ومشاشة في بنتي ريتاج وتصور معها وشرف لي كبير أنني معرف صديق بحل نيف أقرد وليسها العليف الماسي كنت تدرك واحد لايف انستغرام ليش مش شمزيان ياك نعم مش شمزيان بقى الناس يقولوا يا عود اللايف عود اللايف تلقيت معاك تلقيت معاك وقيت معاك وقيت معاك وقيت معاك دعوة واسم تكلم يحصل أحد تحكي أحد تحكي نعم تبارك الله يحصل أعطينا ياسين بونو حسنا نسمعون إلى راشيد كيف يقول تتاوى تبارك الله ياسين بونو بطبيعة الحال هو صديق كنت تتاوى تلقيت معاك صحيح تلقيت معاك ووقفين تبارك الله كيف يبعن طوال من قل يقولَ ياسينة عود أَجب ماذا أعوض لايضي لايمكن ياسين بونو طلقها معك يوفينا العود حالة بغيت نقول لي مسيرة موفقة شكرا لك درابو المغربي شكرا لك نسلم عليه بزاف صراحة منتخب كامل ديما ضحك الله يخلي ديما ضحك عطينا رشيد كلمة حق حسوني لاعب دي الويداد حسوني صديق ديالي صاحبي انا حسوني كنت شحالة دي عيط لي الكرتي والعطوشي مع العطوشي ودسباتا ايطاليا والعرجون كانوا الدراري دي الراجة ودي الويداد مجموعين مع بعدي ايطاليا الوحد الماتش كنت لعبت معهم كان بقي صغيره حيث انا كبر من النف في اللارج كان بقي صغير كان بقي صغير كان بقي صغير لعبت معهم كورو وصباح الله عندي ينفدك الماتش كبر من الحسوني كبر من الحسوني كبر من الدراري وكبر من العطوشي تقريبا قد باصر تقريبا قد باصر لعبت مع كورو لدينا كبر من العطوشي ويطلب من الأخوار وصباح ويطلب من الماتش ويطلب من العطوشي الوحد أمام كورو يركبا قد تجربة لا لعبنا في ملعب لعبنا في ملعب لا لعبنا في ملعب ومحايد أمام تبقى ملعب اه ازيزة علي كورا انا كتقول كتكن حبس مع واحد فرقاء اسمت اتفاق لالنا مريم من بعد كتب صافي مرت وما بقول كنت 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 نضادر فوقت كنت نشوف الكورا كنت 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 لعب كنت كنت لعب بدون توضع ركت العم جيد صافي اشوف انا عندي لعبة سهلة تجي كنت عودة رجع عليك وكنمشي كنت أعطيك الحل كنت 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 لتجي المنتخب عجبك في المنديال تبارك الله السمي فاينل انجاز عالمي تاريخي احنا كنت نقول دور تاني الحمد لله مشينا تل الدومي الفينال شارع فلين احنا كم غاربة كاملين بغيت نقول اليوم تبارك الله عليكم كاملين وشكرا لكم فرحتونا حي ما غيت ننسىش هذه البريود ما مرغان بسنسى لا ممشيتش القاطر كنت كنت تفرج في الدار في القهوة كنت كنت تفرج في واحد القهوة في بن سليمان كنت تعصب لله شوية شوية ضروري شوية ضروري كنت تعصب درجة الألفاذ الجميلة كنت كنت تعرف كنت تفرج في القهوة لعني ما اسمي ذاك شي كنت كنت تعرف شوية على ذكر القهوة سمعنا انه قلنا ماذا صحح ولا خطأ قدرت مشروع من الوجبات السريعة قدرت مشروع من الوجبات السريعة ولكن خطأ لا نصيحة نقول لك لك شيء تفهم فيها في الحياة ديالك ديما الإنسان يترى شيء شيء تفهم فيها شيء ما تفهمش فيها لا صعيبة صعيبة بزاف لا تفهمش فيها ولكن الحمد لله أخذي تجريبها وكنت منها إن شاء الله تكون شيء أخرى كنت نفهم فيها لذلك كنت تقول أنه لا أصدقاتش لا أصدقاتش ودائما نصيحة نقول أي واحد يدير شيء ما يفهم فيها شيء ما كنت تفهمش فيها لا تفهمش فيها صراحة ومن الأخطاعين السافرين طبيعت الحال رمضان مشروع في شيء مسلسال سيدكوم نشوفوك كني بزاف ديالأعمال درت سيدكوم درت واحد العمل كذلك واحد سيري تروا خدمت علي ولكن كان مشكلة يعني إمتى غايدوزو حيث كني بزاف ديالأعمال يعني في ستوك يعني كنت سنواش غايدوزو ما غايدوزوش ولكن إن شاء الله يكون خير ولكن غادي نحاول نخدمت على الويب يعني في حالات كنت في التلفازة ما كنتش في التلفازة نخدم على شي كونسيبت في الويب لا تغني ديالك دونك اليوم بليل سبكتاكل ديالك خيبراتور في مصر رحمة الخامس مدينة ريبات العصيمة في تانجا 4 مارس في مراكش 11 مارس وفيس 16 مارس وأكيد في رمضانا يتزادوا ديادات خرين ومدن خرين ومدن خرين طبيعا نحاولوا يعني نديروا جولة زعما في المغرب كامل نمشيوا جميع المدن إن شاء الله ومشي الناس كلهم يعني يكونوا مرتاحين ويوصل لهم لا أعطيك صحاء رشيد رافيق كلمة عن الوليدات ديالك اللي يخليهم لك كلمة عن الوليدات عزازيليا كيف يوانسوني مالمتنفس والله يخليهم ليا والله يخلي والوليدات دياله والله يخليهم ليا لا يخليلك الوليدات يا أخوية لاحفظك مسؤولية صعوبة صعوبة و لكن جميلة في نفس الوقت زوينة، كيف يكون لديك هدف عارف لماذا تخدم؟ عارف ماذا تخدم؟ كي تخلص تأخذ شئ سبرديلة أو تصافر أو تأخذ لهم هومس برديلة والمدرسة لهم هذا الشيء لكي براشيد، نحن في برنامج باتشورك تخيلناك من بعد خمسين عام دي الله كاريخ كبرناك فلاج هذه الفخرة سميتها كبرت صغار نكتشفوا الصورة دي الله هاجز راشيد الله، الله، الله كبرت الوجهة ولكن زعمات الجسد خليتي مشاعلة ما تبدلش في الفيرما زيانة عندما تنشبه في هذه، لما تنشبه صراحة كنشبه لي أنا فاشكت تبارك الله، تبارك الله، الله مباري ولكن كينك تبدلت بزاف تبدلتي بزاف الناس الذين يشوفوك هنا يقدرون لماذا يكبرت صغيرة؟ لم يحيط لي الشعر لا الشعر، تشويك ضروري لا فلو ستيل يبقى يبقى ضروري لا لا، ستيل زمين، ستيل زمين تبارك الله عليكم شكرا لتسيدة هذا اللي اللي عملت صغيرة هذا وقت نقولي تبارك الله عليك الحاجز، رشيد مرحبة تبارك الله عليك وولا يستخرف لي جاي ، نقلبلك الكلمة آخيرة كلمة آخيرة نقول لك كاميرا كلمة آخيرة نقول لك كلمة آخيرة، تبارك الله عليكم شكرا أسامة بن جلون شكرا ميديا على الدعوة وبغيت نقول للناس لا يقلبكم ديمة في حالة زيناء وليقات الأمور إن شاء الله شكرا رابعة رابعة لا تكس شكرا لذلك تلاقعوا مع رشيد رافيق في الويب على المواقع التواصل الإشماعي واليوم بالنسبة لجمهور المدينة ريباط تشاهدوا الاسبكتاكل لرشيد رافيق بأنوان خبرة تور وقريبا في المدن التي تقدم العرض تبارك الله عليك شكرا أسامة لإختك شكرا تقم التقني 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 ندير واحد القادية أنت تختم البرنامج أنا ساليش ساليش لا أبقى عندي ما يشغل تختم بطريقتك أجي حدا مع الكاميرا سيد أعب مرحبا نعطي ورنطين الدقيقة ونصل لجد دقيقة راشيد رافيق سلام عليكم إخوان بريتنقول أسامة بن جلون شكرا بزيق على الاستضافة شكرا تقم دي الميدي آف تلقى وغداء إن شاء الله في حلقة أخرى لا أستطيع أن نكون أنا أنت لا أقدم أنا لا أقدم الحلقة سافي كل شيء شكرا لك شكرا لكم وصافي ما بليزي يا شباب شكرا برا برا بناتنا باتشورك تلقى شو